استخلاص الزيوت الطبيعية لأغراض العلاج والغذاء هي المهنة المحببة لدى روناك سليم وهي سيدة عراقية من محافظة السليمانية وهذا هو متجارها الصغير الذي يفتح أبوابه يومياً أمام الزبائن تعمل روناك سليم على استخلاص العديد من الزيوت النباتية كما تجيد صناعة الخل والمعجون منذ أكثر من عشرة أعوام حيث اختارت هذا العمل لفوائده الصحية وأيضاً بسبب تجربة لها مع المرض فكرة المشروع بدأت بعد إصابتي بعدة أمراض مثل الروماتيزم وسوفان الفقرات قراءة الكتب الخاصة بخل التفاح الأخضر غيرت حياتي بعد معرفتي لفوائده في علاج العديد من أمراض العظام والأمراض الجلدية وأمراض أخرى مزمنة وفي نهاية المطاف نجحت في صناعة أنواع كثيرة من الزيوت التي لاقت رواجاً بين سكان مدينتي هدفي من صناعة الزيوت إنساني أكثر من كونه ربحي رغم عملها في إحدى الدوائر الرسمية في السليمنية إلا أن روناك سليم تكرس أغلب وقتها لعملها في صناعة الزيوت الطبيعية كما تشجع روناك باقي النساء التي يملكنا الموهبة باستثمارها للإنتاج حتى ولو كان ذلك من المنزل